السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من مادتنا مادة اللغة العربية كنا قد بدأنا في الحصة السابقة بدرس القراءة الذي يحمل عنوان اليمامة والصياد وكنا قد تعرفنا أنه يشبه درس المحفوظات حيث أنه عبارة عن أبيات شعرية وليس درس نفري كالدروس السابقة وتعرفنا أن قصيدة اليمامة والصياد تتكون من ثماني أبيات شعرية والشاعر الذي قام بكتابة هذه القصيدة هو أحمد شوفي وكنا قد تحدثنا أن هذه القصيدة تتحدث عن قصة يمامة وصياد وهي خيالية لأن اليمامة لا تتكلم لأنها حيوان والحيوانات لا تتكلم حيث كانت هذه اليمامة تعيش في الغابة بأمان وسلام واستقرار وكان هناك صياد يحصل على قوت يومه من خلال الصي أي أنه إذ لم يصد في هذا اليوم لا يأكل حيث وصل الصياد إلى الغابة وبدأ يتجول ويبحث عن شيء يصطاده لم يجد شيئا فقال الآن سأرحل إلى مكان آخر أحصل على قوت يومي سأرتحل إلى بستان آخر لعلي أجد شيء في هذا البستان لا يوجد فيه شيء وبقيت اليمامة في هذه الأثناء مختبئة تراقب الصياد بصوت فجأة ظهرت اليمامة وأخرجت رأسها من العش وهنا الشاعر وصفها بالحمقاء القليلة العقل لأنها ظهرت في وقت غير مناسب وبدأت الكلام ورأوها الصياد وسمع صوتها وقام باستيادها وماتت وبعد ذلك في الطبع شعرت بالندم وكانت فكرة هذه القصيدة أن الحمق والجهل مرضان لا علاجة لهما الآن أحبائي سنقوم باستخراج ما في هذه القصيدة الجميلة من قواعد كنا قد أخذناها في سفوف سابقة هيا بنا نبدأ اليمامة والصياد في البداية اليمامة هي مبتدأ مرفوم علامة رفنه الضم كنا قد تعرفنا أن الاسم عندما يأتي في بداية الكلام يعرب مبتدأ وأيضا إذ نظرنا إليها جيدا نجد أنها اسم مؤنث وكنا قد تعرفنا أن الاسم المؤنث هو الاسم الذي يدل على مؤنث سواء إنسان أم حيوان أم جماد وله علامات خاصة به تسمى علامات التأنيف التي هي التاء المربوطة الألف الممدودة والألف المقصورة وعلامة التأنيف الموجودة في اليمامة هي التاء المربوطة وأيضا همزتها همزة وصل حيث أل التعريف دائما وأبدا قلنا أحبائي أن همزتها همزة وصل الواو هو حرف عطف يفيد الجمع والمشاركة الصياد أيضا هو اسم مذكر وأيضا همزته همزة وصل يمامة كانت بأعلى الشجرة كان فعل ماض ناقص بألباء حرف جر وأعلى اسم مجرور علامة جر الكثرة وأيضا همزته همزة قطع كنا قد قلنا أن همزة القطع تأتي في بداية الكلام أو وسط الكلام أو نهاية الكلام وهنا جاءت في كلمة أعلى في وسط الكلام الشجرة الشجرة أحبائي هي اسم مؤنث علامة التأنيث التي بها التاء المربوطة وكذلك الشجرة أحبائي حركتها الأصلية هي الكسرة لكن الشاعر وضع السكون للضرورة الشعرية حتى يستقيم النغم في القصيدة آمنة في عشها مستترة آمنة همزتها همزة مد وكذلك هي اسم مؤنث علامة التأنيث الموجودة بها التاء المربوطة في حرف جر يفيد الظرفية فأقبل الصياد ذات يومي أقبل وفعل ماض مبني على الفتح أيضا همزته همزة قطع جاءت في وسط الكلام الصياد فاعل مرفوع علامة رفع الضم حيث قلنا أن الشخص الذي يقوم بالفعل يسمى فاعل إذن من قام بفعل الإقبال إنه الصياد إذن الصياد فاعل مرفوع علامة رفعه الضم وأيضا همزته همزة وصل يوم وظرف وحام حول الروض أي حومي حام فعل ماض مبني على الفتح حول ظرف أي أحبائي همزتها همزة قطع جاءت في بداية الكلام فلم يجد للطير فيه ظلة لم أحبائي حرف جزم وقد قلنا في السابق أن حرف الجزم عندما يسبق الفعل المضارع فإنه يغير حركة الفعل من الضم إلى السكون إذن يجد فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون وهم بالرحيل حين مل هم أحبائي فعل ماض مبني على الفتح حول بالرحيل عفوا الباء حرف جر الرحيل اسم مجرور وعلامة جره الكسر حين وظرف فبرزت من عشها الحمقاء فبرزت من عشها الحمقاء برز فعل ماض مبني على الفتح التاء التأنيث الساكنة لها محل لها من الإعرام من حرف جر يفيد ابتداء الغاية المكانية الحمقاء واسم مؤنث انتهى بألف ممدودة والحمق داء ما له دواء تقول جهلا بالذي سيحدث تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الذي يسمى وصول يحدث فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم يا أيها يا أداة نداء يا أيها يسمى أسلوب نداء عما تبحث عما أداة استفهام عما تبحث أسلوب استفهام فالتفت الصياد صوب الصوتي التفت فعل ماض مبني على الفتح من الذي التفت؟ الصياد إذن الصياد فعل مرفوع علامة رفعه الضم الصوتي همزته همزة وصل ونحوه سدد سهم الموت سدد فعل ماض مبني على الفتح سهم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة أين الفاعل أحبائي؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو الموتي همزته همزة وصل فسقطت من عرشها المكين سقط فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة التاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراض المكين همزته همزة وصل ووقعت في قبضة السكين وقع فعل ماض مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيث الساكنة وتاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراض الفي حرف جر قبضتي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة تقول قول عارف محققي تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم ملكت نفسي له ملكت منطقي ملكت ملك فعل ماض مبني على السكول لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ملكت منطقي أيضا ملك فعل ماض مبني على السكول التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل منطقي مفعول به منصوب وعلامة نص به الفتحة والآن أحبائي طلاب الصف الخامس سنقوم بحل الاستخراج الموجود صفحة 29 في الدوسية أرجو من الجميع أحبائي أن يفتح صفحة 29 وكذلك أن يتتبع قصيدة اليمامة والصياد لنقوم بالاستخراج معا السؤال الأول يقول استخرج ما يلي من النص فعلا ماضيا ناقصا هيا بنا أحبائي نبحث في قصيدة اليمامة والصياد عن فعل ماضي ناقص هيا أريد من الجميع أن يبحث ويتذكر ماذا أخذنا عن الفعل الماضي ناقص ما هو حسنتم ماذا وجدتم يا أبطال وجدتم كان كان فعل ماضي ناقص أيضا همزة مد هيا الجميع يبحث عن همزة مد أريد أن أرى سرعة في البحر أحسنتم آمينة حرف نفي وجزم هيا الجميع يبحث عن حرف نفي وجزم حرف جزم ماذا قلنا عن حرف الجزم ماذا يفعل بالفعل المضارع يجزمه بماذا أحسنتم يجزمه بالسكون إذن ما حرف الجزم الذي وجدتمه أحسنتم لم اسما موصولا هيا من الأسرع في إيجاد الاسم الموصول من 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 أحسنتم الذي فعلا مضارعا هيا الجميع مليئة بالأفعال المضارعة اليمامة والصياء أحسنتم تقولوا يحدث تبحثوا أحسنتم 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 هي هي أسرع اسم مجرور اسم المجرور ما هو والذي يسبقه حرف جر أحسنتم الرحيلي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة حرف الجر الذي سبق به هو الباء ما نوع السؤال الثاني يقول ما نوع الجملة التي تحتها خط في البيت تقول جهلا بالذي سيحدث يا أيها الإنسان عما تبحث يا أيها هي أحبائي جملة نداءك كما قلنا في السابق عما تبحث جملة استفهامية السؤال الثالث يقول أعرب ما تحته خط ووقعت في قبضة السكيني هيا بنا نعرب وقع في البداية وفعل ماضي مبني على الفتح طبعا الاتصاله بتاء التأنيث الساكنة التاء هي تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب في حرف جر قبضة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة سدد سهم الموت سدد أحبائي هو فعل ماضي مبني على الفتح سهم مفعود به منصوم وعلامة نصبه الفتحة شكرا لكم أحبائي طلاب الصف الخامس على حسن الاستماع والمتابعة إلى اللقاء وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله